هتيجي الزوجة الأولى دلوقتي وهي بتسمعني إيه أنت بتقوله إيه أنا عايزة يطلقها يعني ممكن حضرك تنتظرين دلوقتي لأن إحنا بنتكلم دلوقتي في وضع ممكن في الحقيقة الوضع ده يدمر حياة ناس كتيرة فإحنا عايزين نكون عقلاء وإحنا بنتعامل مع ده الواحد عايز يسألني إنت بتكلم على الزواج الآخر كده وبتقدم إزاي الناس تعيش في الزواج الآخر ده كزواج أه طبعا إحنا مش جايين هنا عشان نخلي الناس على كفنا وده ليست دعوة للتعدد أبدا ولكن دعوة لأوجاع أنا شايفها لازم نحل الأوجاع دي لازم نكون عقلاء لازم نكون راشدين وما يبقاش الكلام ده بيهين المرأة وعشان هو زواج المكمل يبقى في السر وتفضل المرأة في الإهانة وفي نقص الحالة أو يفضل الرجل حاسس أنه هو للأسف يعني هو مش رجل لأنه مش قادر يقوم بواجباته تجاه الزوجة اللي مصرا أن زواجهم يبقى في السر أو أن الزواج يكون لأسبابه كتيرة ليس زواج تكميلي عشان حاجات كتيرة جدا 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 ممكن نبقى نتكلم عنه فعشان الرجل يكون عايز يبنى أسرة ممتدة مع اتنين لازم يدفع لازم لازم بشكل واضح يدفع مقتضى ده ويعيش مع زوجته الأخرى على أنها مرأة كاملة نعمل إيه بقى؟ عشان الجواز ده ما يبقاش جواز تكميلي بقى جواز حقيقي هتيجي الزوجة الأولى دلوقتي وهي بتسمعني إيه أنت بتقوله إيه؟ أنا عايزة يطلقها يعني ممكن حضرك تنتظرين دلوقتي لأنه إحنا بنتكلم دلوقتي في وضع ممكن في الحقيقة الوضع ده يدمر حياة ناس كتيرة فإحنا عايزين نكون عقلاء وإحنا بنتعامل مع ده وبكرر هذا الكلام ليس دعوة للتعدد أنا بحب الموحدين بحب اللي بيبنى أسرة كده ويفضل مع الأسرة يستثمر في أولاده ويستثمر في حياته بحب ده قوي وأنا دايما بقول دي السنة أن أنت لما تكون عندك أسرة تفضل متمسك بالأسرة دي والناس اللي بيعددوا بقولهم الأصل في سنة رسول الله أن أنت لو عندك أسرة تفضل كده مع أسرتك فبخاف أقولهم كده يروحوا سميني الزوجة الأولى عشان يتجوز تاني ويعدد فقولوا بدل أنت عندك أسرة يبقى خلاص حافظ على الأسرة